للحديث أكثر ينضم إلينا من عمان دكتور حسن الممني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية أهلا بك دكتور حسن دكتور حسن عملية الأمس جاءت بمباركة أمريكية يعني استعادة أربعة محتجزين على حساب أكثر من مئتي شهيد اليوم مستشار الأمن القومية تحدث عن أن الأفضل والأضمن هو توصل إلى اتفاق لاستعادة المحتجزين هذه الازدواجية في التعامل الأمريكي باللغة السياسية كيف تفسر؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام مما لا شك فيها هذا الموقف الرمادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي هو أقرب إلى الموقف الإسرائيلي حقيقة لمنذ البداية شفنا الاندفاع الأمريكي في التأييد لإسرائيل وتدريجيا صار في بعض التباين لكن في السياق العام الاستراتيجي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل سواء كان مالياً اقتصادياً دبلوماسياً الولايات المتحدة الأمريكية توفر غطاء سياسي دبلوماسي قانوني لإسرائيل على المستوى العالمي وشفنا الموقف الولايات المتحدة الأمريكية من محكمة الجنايات وأيضاً من المحكمة الدولية في هذا الأمر وبعدين في السياق العسكرية الكل يعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ينسقان تنسيقا قويا ومشتركا في السياق الاستخباراتي في السياق العمني بهذا الأمر وكانت فيه هناك تقارير أصلا تتحدث عن أن كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ينسقان ويقومان بتزويد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية بهذا الجانب هذا حقيقة الازدواجية أيضا والرمادي يعكس الواقع أو إشكالية الإدارة الأمريكية الكل يعلم بأن تاريخيا وبايدن مرتبط في إسرائيل وهو من أكثر الأصدقاء بالنسبة لنتنياهو لكن هناك مسألة الانتخابات أن هذه الحليفة بالنسبة لإدارة بايدن بأن إسرائيل الحليفة تعتبر باهضة لكلفة مما لا شك فيها هي عبع الآن إذا أنا بدي أخذ فقط السياسة الخارجية الأمريكية السياسة الخارجية الأمريكية الآن عبع على الإدارة الأمريكية سواء كان في سياق غزة أو حتى في سياق أوكرانيا بالمناسبة بهذا الأمر لذلك نرى الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة من أجل أن يكون هناك نوع من الاختراق الذي يمكن تسوقه على اعتبار بأن هذه الإدارة هي مثلا من ساهم بشكل كبير في التحقيق ووقف اطلاق النار أو اطلاق صراحة السجناء والمخطوفين بهذا الأمر لكن أيضا لا ننسى أن هذه الإدارة الأمريكية أيضا تواجه عندها انقسام في هناك انقسام داخل الحزب الديمقراطي في الرأي العام في الشارع أيضا في هناك هذه الإدارة تواجه ضغوط الجمهوريين اللي هم إلى حد ما داعمين لإسرائيل بهذا المعنى لذلك نرى هذا التباين في الموقف ساعة تبدو بعض الإشارات الإيجابية زي مثل المقترح الأمريكي اللي هو في الأساس الإسرائيلي بالمناسبة كطرح دكتور يفيد بأن الولايات المتحدة حريصة على تحقيق أهداف إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها لأنه هي نفسها الولايات المتحدة لديها مصالح بالدرجة الأولى هنا في المنطقة مما لا شك فيه هناك مصالح للولايات المتحدة الأمريكية لكن أيضا هذه الحرب أظهرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى استراتيجية واضحة حقيقة ومصالحها جزء من مصالحها تضرر على العكس من ذلك أنا بتقدير الشخص الموقف الأمريكي الحالي ومنذ تفجر 7 أكتوبر ضرب المصالح الاستراتيجية بمسألة الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية وبهذه الإدارة بهذا الجالب لذلك نرى كثير من الانتقادات حتى من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بهذا الأمر وأعتقد أن العالم الآن عنده صورة كاملة عن درجة التعطيلة التي تلعب الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان في مجلس الأمن ومجلس الأمن مثلا شفنا قديش استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو بهذا الأمر موقفها من الأنور وبهذا الاتجاه الموقف الغير فعال يعني هي تتحدث عن مثلا معارضتها لهجوم كامل على رفع بينما لا تعمل شيئا باتجاه القتل المتعمد للفلسطينيين وإذا كانت الشرعية الدولية والقضاء الدولي موثلا بمحكمة العادة الدولية والجنايات أدانت إسرائيل وتحدث إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا بالعكس المشرعين الأمريكيين الآن سوف يفرضوا عقوبات على مثلا محكمة الجنائية الدولية هناك إشكالية في الموقف الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة أن تكسب جميع الأطراف لا أعتقد أن سياسة كسب جميع الأطراف سوف تؤدي إلى حماية المصالح الأمريكية على العكس من ذلك في سياق معين في عمر معين يجب أن يكون حاسم لدى هذه الإدارة ولجم إسرائيل لأنه الآن في إسرائيل حقيقة المسألة لماذا قد تسعى لكسب مختلف الجهاد هنا وهي تعتبر الولايات المتحدة قوى دولية هي الوحيدة التي منذ بدء هذا العدوان وهناك إجمع على أنها الوحيدة التي يمكنها وقادرة على لجم إسرائيل وعلى وقف هذه الحرب هذا ليس فقط الحرب أثبت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود حقيقة هنا على كاحة احتكارية للولايات المتحدة الأمريكية وللأسف نتيجة أول بالأساس إلى ضعف المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي قبل تاريخيا على نفسه أن يكون شريك جونيور يعني شريك صغير بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية وانتهج ما يسمى في دبلوماسية دفتر الشكات دون أن يكون له تأثير سياسي واقع للأسف الصين وروسيا حتى كلاهما أيضا مشغول بمشاكل بهذا الجانب بهذا الاتجاه دكتور حسن الممي عذرا على المقاطعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردنية كنت معنا من عمان